في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتدشينه مبادرة قطار الخير بصعيد مصر بداية شهر ديسمبر الجالي أعلن مستشفى شفاء الأرمان لعلاج الأورام بالأقصر عن افتتاح المرحلة الرابعة لعلاج سرطان الأطفال بالمجان هذا وتشهد المرحلة الرابعة افتتاح قسم علاج اليوم الواحد ويضم 18 كرسي علاج كيموي لتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 30 كرسيا بجانب وحدة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال بدنيا ومتابعة نشاطهم الحركي